الشيء جميل ما قامت بها العصابة أول أمس هو أنها صفعت أولئك الذين كانوا ما زال يعتقدون أن تبون راه جابوا القايد صالح فهاهو تبون اللي جابوا القايد صالح وما زال عنده ريح القايد صالح فيها ويعيد توفيق ونزار ومن هم على ما شاكلتهم ويعطيهم هذه الأوسمة فالحقيقة ما فرحت لي شيء في هذا العام في عام 2022 مثل ما فرحت لهذا الموضوع وهو أنه ربي عماهم بش يعتقدوا بأنهم من القوة وربما أنهم سحقوا الحراك وخوفوا الحراك وشيطنوا الحراك واتهموا الحراك بالإرهاب وأنهم يوصلوا إلى درجة أنهم يقدسون نزارة فيه خاصة وهم من أجرم من وجد على هذه الأرض الطيبة وهم الذين تسببوا في تدمير هذه البلاد في الثلاثين سنة الأخيرة على الأقل بالنسبة للنزار أكثر من ذلك بكثير في الحقيقة بالنسبة للنزار من أيام الاستعمار الفرنساوي كان كابران عند العسكر الفرنسي فهو والكابرانات اللي معاه ساهموا في تدمير الوطن منذ البداية ولكن منذ 88 وخاصة بعد 92 تبينت الصورة وتضحت جيدا إلا لمن لا يرى هذا شيء جميل لأنه سيعيد بعض الناس اللي يخضعوا خاصة أنه كانوا يخرجوا بعض الأسماء وبعض الوجوه وبعض اللي يخضعوا فيهم ويقولوا لهم والبادسية وتطهير الجيش وفرنسا وجيشنا رح يولي جيش وطني ومش رح يخضع لفرنسا ما نشعرفش رح يقولوا هؤلاء الناس إذا عندهم ذرة كرامة يخرجوا يقولوا كنا على خطأ هذا إذا كانوا صادقين في البداية أما إذا كانوا خدامين وكثير منهم كانوا خدامين وكانوا مرتزقة فإنهم سيلتزمون الصمت والله حتى يروحوا يبحثوا على كش ما يلقاوا دليل خرج معتوه بيرمينجهام قالوا لي قبل ثلاث أسابيع أو أربعة أسابيع يقول بلي أن ناصر الجن فضائح هؤلاء الناس لا يستحون يعني يدفنوا رواحهم تحت التراب يكون أحسن خرج يقول هذا معتوه بيرمينجهام اللي كان يقدس في القايد الصالح ويشتم في توفيق وفي نزار وفي كل من كانوا هاربين أيام القايد الصالح وفي السجوم خرج يقول لهم بلي ناصر الجن كان بعثوا القايد الصالح في مهمة وقد عاد وأدى على أحسن ما يكون كمة النذالة ليس فقط كمة الكذب إنما كمة النذالة وكمة القذارة لا يستحي ولذلك كثير من اللي كانوا يتبعوه وقالوا لي كتبوا لي بعض منهم كتبوا لي باش يقولوا لي رانا نلعنوا فيه ليلة نهار هذا خدعنا وهذا كان الشيطان الشيطان فيك أنت وفي الأحرار وشيطان في الحراك وهو تبين الآن أنه إمعا وأنه على المرجح إذا مش مدفوع له فهو مرتزق بكافة الطرقات بكافة المنطق بكافة كيفما نظرت للموضوع إذا بقى منهم اللي كانوا في عهد التطهير ما التطهير والكذب اللي كانوا ينشروا على الشعب الجزائري اللي بقتلهم ذرة كرامة يخرجوا يقولوا أخطأنا وغلطنا وكنا خاطئين والحقيقة أنه تبينت الآن لأن اللي ما يجلسش يشوف الآن لماذا أنا فرحت كثير وأعتقد أن هذا فرحة كبيرة عند الحركيين هو أنه كانوا دائما يجادلوا بأنها كتوف أو توفيق في الحبس كنا قلنا لهم أنا شخصيا قلت في جونبي 2020 يعني بعد اغتيال قيد صالح بعشر أيام قلت أنه توفيق أوطلق صراحه وأنه ره يقضي أيام بين الفيلا تاو في حيدرا وما بين قصر من قصور الرئاسة السابقة في الشريعة وما بين بوشاوي حيث كان هناك مستشفى يعالج فيه البعض منهم ما كانش يصدق أو يكذبنا تبينت مع الأيام تبينت الأمور وبدأوا ويخرجوا فيهم الأحباس يجيبوا فيهم يعطوهم في المناصب ثم جاتهم صفعة رهيبة جدا بدخول نزار في طائرة رئاسية باسبور أحمر بالتحية العسكرية ومع ذلك بعضهم ظلوا يجادل الآن واش تزيدوا تجادلوا؟ ماذا تجادلون أكثر من أنه يخرج لك يقول لك أنه في يوم الجيش فإن ما يسمى برئيس جمهورية كما يسموه تبون المزور وأسدى أو سمى ومنش عارفنا يشين ولمن؟ للذين ذبحوا الشعب الجزائري دمروا البلاد كسروا الاقتصاد كسروا المجتمع كسروا السياسة كسروا الأحزاب كسروا التنظيمات كسروا كل شيء لم يتركوا شيء إلا وساهموا في تدميره ماذا تنتظرون؟ لذلك نقول لهؤلاء لمن كان فيهم ربما خلط ما بين صدق وكذب أن يخرجوا ويعلنوا توبتهم الشعب الجزائري وأنهم كانوا يكذبون على الناس نهناراني نتكلم عن لي كانوا متزعمين ما يسمى بالباديسية والنوفمبرية والتطهير والسخافات كلها اللي كنا نسمعوا فيهم إذا كانت عندهم ذرة كرامة يخرجوا ويعلنون توبتهم للشعب الجزائري والتحاقهم بالشعب الجزائري لأن الصورة تضحت أما الخماسة فيهم مرتزقة منهم اللي مدفوع له الذباب المجرم أو الثورة المضادة فهؤلاء سيبحثون على 70 ألف تبرير سيبحثون على 70 ألف تبرير حتى أنه قيل لي أن أحدهم قال لهم لا ما قالوا الناش من قبل وكأننا نحن هنا قاعدين باش نقول لهم من قبل باللي هذا رح نيعطوله ولا ما يعطولوش عندما تتوفر لنا المعلومة نقولها للناس عندما لا تتوفر أو نرى أنه من الأحسن لا نقولها لأن فيها مصلحة خاصة لمصادرنا في الدخل فلا نقولها لكن القضية هي هؤلاء السفهاء هؤلاء لحقيقة لا تجد مرات العبارات باشتصفهم كيف تبررون أنفسكم أمام أهليكم أمام أصدقائكم أمام إخوانكم كيف والبعض هم ملتحق الآن بالثورة المضادة بعضهم كان ثورة مضادة من البداية والبعض هم ملتحق الآن لأن ناصر الجن بدأ يبعث لهم في بعض المخريات بلك نعطوه فلان فلان نعطوه منصب بلك فلان ما نشعرف وش نعطوله بلك سيعبثون بكم كما عبثوا بالآخرين وسيجعلونكم شنغلات في رجليهم سيدحسونكم لأن هؤلاء يخافوا ما يحشموش وكلما تذللت لهم كلما وضعوا العنجيرس على رقابكم فننصحكم أن تتوبوا إلى الله ثم إلى الشعب الجزائري ومن بقي فيكم يؤمن بهذا الحراك ولو بشيء قليل أن يعود للحراك وأن يعتذر للناس علنا وأن يقول كنا على خطأ والذين واجهوا هذه العصابات بكل تشكيلاتها بكل أجنحتها نحن يوما ما لم نؤمن بالأجنحة أو نتحالف مع جناح أو نتعامل مع جناح أبدا القايد صالح كان يرسل للناس في 2019 وأرسل واحد قريب منه وأرسل عقيد سابق وإلى آخره وآخرين وقتلوا وأرسل حتى أنا ذاك المدير العام للشروق لرهومات بعدها بشهرين أو ثلاثة قتلوا نحن لا نتعامل مع الأجنحة ولا نتعامل مع الجنرالات في الخفاء نحن نريد دولة مدنية عندما يعلنون أنهم يؤمنون بذلك فأحرار الجزائر من مختلف توجهات ممكن أن يتفاوضوا معهم من أجل تسليم الحكم للشعب الجزائري وليس لأنا شخصيا ولا لرشاد ولا لغير بل نحن أعلننا أصلا أننا لا طمع لنا في دنيا الناس ولا في سلطة الناس إنما نسعى لتحرير البلاد لأن هذه البلاد لديها من الإمكانيات الهائلة البشرية والمادية والتاريخية والجغرافية والاستراتيجية أن تجعل منها قوة حقيقية فإذا ما ضمت لها إخوانها أخواتها في المغرب الكبير أصبحنا قوة عظمة بكل ما تعنيه الكلمة والعالم هذا العالم المضطرب عالم الحروب كما ترونها الآن عالم القلق الشديد عالم التهديدات والتهديدات المتبادلة لا يسمح ولا يقبل ولا يسكت إلا أمام أولئك الذين يملكون القوة لدفع أنفسهم لعل بعض الجزائريين تتبعوا واحد الإسباني قبل ربع أيام يقولها في شكل استهزاء ولكن يقولها يقولها في هذه الظروف اللي العصيبة بالنسبة للطاقة علينا أن نحتل الجزائر نعم هذه ليست مزحة في الحقيقة مزحة كثير من الأشياء تمر عبر النكة وعبر المزح هذا موجود في تفكيرهم وهذه الموافية العسكرية رأي تسهلهم المهمة لأنها رأي تكسر في المجتمع رأي تكسر في الدولة رأي تكسر في الأحرار رأي تكسر حتى في العسكر الجنود الضباط صف الضباط الجنود اللي كانوا خدموها في التسعينات وما بعد التسعينات عشرات الآلاف شطبوهم بالمناسبة هذه اليومين رأيهم في العاصمة ورأهم يتحركون من أجل المظاهرات وإن شاء الله هنا ما ننساش قبل نهاية الآخر نعطي لهم نصيحة يعني البعض منهم اتصلوا بي وقال لهم كل مرة يقمعونها ولا خلينا نقولها مباشرة الآن نصيحة إليكم أعملوا متفرقين وضربوا مجتمعين ما تروحوش نفس المكان أنتم يا من تتظاهرون خاصة من قدماء الجيش أو أي جهة ما تروحوش بأفواج كبيرة روحوا ثلاثة هنا اثنين الهيئة ربعة هنا واحد هنا خمسة للمكان اللي رأيكموا حين تتوجهوله وعندما في لحظة معينة دون استخدام الهواتف لأن الهواتف رهي مراقبة وإنما استخدام الواتساب أو الفايبر أو التليجرام في هذه اللحظة تقولوا في الوقت الفلاني في اللحظة الفلانية والمكان الفلاني يجب في البداية لا يعرف الناس المكان إنما ذهاب قال إلى العاصمة ومن بعد أنا رأيي تتوجهون إلى قلب الإجرام في وزارة الدفاع وإلى قلب الإجرام في رئاسة الجمهورية تتوجهون إلى المرادية وإلى وزارة الدفاع هناك ممكن تحرجوهم وهنا أتكلم مع قدماء الجيش على مختلف تنوعاتهم يعني فيهم المشطوبين وفيهم اللي طردوهم وفيهم اللي معطوهم مش لاروتريت وفيهم اللي خرجوهم بدون بدون أجر وفيهم اللي دارو لهم أمراض ومعطوهم مش البدائل وهم أنواع كثيرة جدا وفيهم اللي زادو لهم أشهر بدون ما يخلصوهم إلى آخرها نصيحتي إليكم إذن تتحركون فرادا لا تعلنون عن مكان التحرك ولا عن ساعة التحرك الاحتجاج إلا قبل ساعتين أو ثلاثة حتى لا يحضروا أنفسهم لأنهم يديرون لكم عملية الاختراق وعملية التصنط أيضا هذه بين قوسين فقط وديروا في بالكم باللي حتى لو كان قدوة يزيد لك الصلاع ولا رك تدي زج ملايين وسبعمائة يدير لك عشر ملايين رحى لا تعني شيء كثير ربما تحلك بعض المشاكل لكن ما تحلش مشاكل المخضرات اللي في الشوارع ما تحلش مشاكل المستشفيات الرهيبة اللي لا تصل حتى الحيوانات ما تحلش مستشفيات المدارس ولا الجامعات اللي رأي في وضع كارثي ما تحلش مشاكل كثيرة جدا ما تحلش مشاكل الماء مشاكل قطع الكهرباء مشاكل أنترنت التافهة ربما تحلق بعض المشاكل الشخصية ولذلك يجب أن يكون تفكيركم على مستوين مستوى خاص ومستوى عام المستوى الخاص تحسين وضعيتكم أو تحسين كما يقال شروط العبودية لرعيش الشعب الجزائري ومستوى أقوى وأعلى وهو تغيير العبودية وهو دولة العدل والحق والقانون يحكمها الناس اللي يختارهم الشعب ويكونوا خدم عند الشعب وليس السياد على الشعب أما بالنسبة لإخواننا اللي خدعوا في القيد الصالح وخدعوا في البديسية الخاطئة هاكم عايشين هاوراكم شايفين الظروف وهاكم شايفين بعد سنتين ونصف راح الباتنا وعدهم بوعود ليس لا حدود في الجلفة قالوا بتولي عاصمة في تمرست قال لهم القطار السريع ثم نسوي عرك في العاصمة وفي كل مكان كان يروح كان يكذب وهو يكذب أكثر مما يتنفس هاو بلكم باللي بعد سنتين ونصف وبرغم امتلاء الخزينة الآن وبرغم وصل البترول في قبل شهرين حتى إلى 140 دولار ما زالت الحال على ما هي عليه ترجمة نانسي قنقر